بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء طيب مع إخواننا وأخواتنا من الطيبين وطيبات في هذا اللقاء الكريم معكم جميعا إخوة الإيمان كنا بدأنا الحديث عن قضية جوهرية أساسية في حياتنا الأسرية وذلك من حيث بناء العلاقات العلاقات التي إن قامت على أسس إيمانية وأخلاقية على أسس المحبة والرحمة فإننا نعيش الهناء والسعادة الهناء والسعادة من أجل أن تدوم هذه العلاقة الحميمية والأدبية والشرعية والاجتماعية أولا بين الزوج والزوجة كما بينا ثم بين كل أطراف الأسرة نخصص الحديث في هذا اللقاء معكم من حيث بناء هذه العلاقات أن نبين الحقوق الزوجية وعندما نقول حقوق الزوج وحقوق الزوجة يعني ما هي واجبات الزوج نحو زوجته يعني من أجل أن تدوم العلاقة الطيبة ويدوم الهناء والدوم السعادة ومشاء الله ونعيشوا مهنيين واشن هو الدور اللي يجزم يقوم به الرجل الزوج نحو زوجته وهذا الزوج أيضا نحو نحو أهله وأهل الزوجة ونحو أفراد الأسرة جميعا إذ أن الزوج هو المحرك الأساسي الذي بسببه وبذكائه وبصبره وعلمه وفقه يمكن أن يدير الأسرة وأن يوجه كل أهداف وغايات الأسرة نحو شاطئ السلام وبر الأمان بداية إذن ما هي حقوق الزوجة على زوجها نبدأ بهذا أو بعبرة أخرى ما هي واجبات الزوج فواجبات الزوج اللي هي حقوق للزوجة تتمحور في جزئين أو في نوعين حقوق مادية يعني الزوج يقوم بواجبات مادية نحو زوجته وواجبات معنوية أخلاقية نفسية فأما الواجبات المادية واللي أمليح الرجل يعرفها ويعرف أيضا الحقوق النفسية أو واجباته نحو زوجته أجاب عنها يعني الحقوق الواجبات المادية أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله أحد الصحابة الذين يريدون أن يتفقه في بناء الأسرة في بناء هذه العلاقات قال له هذا الرجل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أو ما هي حقوق زوجة أحدنا عليه يعني إذا تزوج المسلم ما الذي ينبغي أن يقوم به نحو زوجته قال له أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها مما تكسى وأن لا تضرب الوجه وأن لا تقبح وأن لا كذا معنى أرشده إلى أمور هامة وهو القيام بالقوامة القيام بشؤون البيت بشؤون الأسرة ينبغي أن يحقق الطعام والكساء والإيواء وكل ما يقوم بالأمور المادية المعيشة أن يكون عاملا يعمل ويكسب الرزق الحلال ويأتي بالرزق الطيب إلى زوجته وإلى أولاده قال له وأن تكون رحيما بزوجتك وأن تكرمها وأن تعاملها بالمعروف كما قال ربنا عز وجل وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٍ كَثِيرًا وهنا في الآية الكريمة رقم 19 من سورة النساء تربية عظيمة شوف ربنا عز وجل يقول أن يمكن الزوج يتقلق من زوجته يمكن الزوجة تغلط في حق زوجها في بعض الأمور يقولنا ربنا عز وجل يمكن أن تكرهوا من زوجاتكم بعض الأمور يغلطوا فيها ولكن هذا لا يعني أن تقوم بينكم العداوة والبغضاء والحقد والسب والشتم والتقبيح وربما أولئك الذين لا يقرؤون بناء هذه العلاقات والأوامر في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يصل الواحد إلى أن يمزق ميثاق الأسرة ربما يصل إلى الطلاق ربما يصل إلى الضرب ربما يصل إلى معاصي أخرى لذلك ربنا عز وجل يقول لنا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وسبق أن شرحنا معنى المعروف أي أن نعامل بعضنا البعض بصفة عامة والزوج مع زوجته بصفة خاصة أن يعاملها بما شرع الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله تبارك وتعالى من الأداب والأخلاق والأحكام هو ما شرحه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذن واجبات الزوج نحو زوجته أن يقوم بشؤون البيت أن يحقق لها ما تقوم به الحياة ولكن من جهات أخرى وقبل أن نتكلم أيضا عن واجبات الزوجة في هذا النقطة بالذات أن تكون الزوجة قانوعة أن تكون الزوجة مقتصدة أن تكون الزوجة صابرة أن تكون الزوجة معينة لزوجها في شؤون إدارة البيت ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجهة ولا تقبح بالطبع إن المؤمن الذي يسمعوني الآن إن الشاب الطيب أو كبير أو صغير الذي مذلوج وحبي يبني أسرة سليمة مستقرة آمنة مطمئنة إن ويبني أسرة محافظة ويربي أولاد ومشاء الله ويكون رجل بمعنى الكلمة بمعنى الرجولة والأخلاق والإيمان لا بالتهديد والوعيد والضرب وكذا فإنه لا يستعمل الضربة ولا يستعمل السب ولا يستعمل الشتم أبدا إنما سلاحه في الكلمة الطيبة سلاحه في الحوار سلاحه في الشورى ولذلك لما نتكلم على الشورى ونتكلم على تقديم الهدايا ونتكلم على نشر المحبة نتكلم هنا على النوع الثاني قلنا الحقوق هنا ما هي مادية وما هي معنوية نفسية من المعنويات اللي هي بين الزوج والزوجة هي الشورى والزوج بشتدوم المحبة بينهما يشاور زوجته في الأمور المتعلقة بالأسرة المتعلقة بالأولاد المتعلقة بقضايا مستقبل الأسرة من قريب أو من بعيد من أجل أن يطمئن زوجته وأن يشركها في الرأي وأن تشعر بأن لها مكانة وفعلا إن الزوجة في البيت لها مكانة فهي شريك حياة الزوج من أجل أن يتعاون في اثنين أن يتعاون على تربية الأولاد وتنشئة الأولاد على طاعة الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل بناء رجال المستقبل إذن الحقوق التي هي للزوجة وهي التي تجب على زوجها تتلخص في حقوق مادية بأن يطعمها وأن يكسوها وأن يؤويها وأن يعمل من أجل تحقيق مقتضيات الأمور المادية في الأسرة من أكل وشراب ودواء وعلاج وغير ذلك ثم هناك قلت حقوق نفسية حقوق اجتماعية أن يشاورها وأن يصارحها وأن يدعو لها وأن تدعو له وأن يعلمها الصلاة وأن يعلمها ما يجب عليها بأمر دينها وشؤون دينها ويتفكرها من حين لآخر بهدايا إن استطاع إما في واجبات الزوج نحو زوجته أن يزور أهلها وأن يحب أهلها وأن يذكر أهلها بالخير تعلمون بأنه من أسرار إنشاء المودة والمحبة بين الناس كثيرا أنا ما أردد هذه العبارة أقول لك إذا حبيت فلان يحبك عليك أن تحب ما يحب يعني إذا حبيت تكون مليحة مع جارك أن تحب أولاده أن ترعى أولاده أن تحفظ ما يحبه لذلك ربنا عز وجل يحبنا عندما نحب عباده يحبنا عندما نحب العبادة يحبنا عندما نحب ما يحب مع أننا ما نغلط في هذا المسألة أن نحب الله عز وجل لا نقارن بهذه المسائل أننا نحب الله عز وجل مباشرة بما أنعم علينا سبحانه وتعالى و بما عرفنا إليه نفسه سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكونية و من خلال الآيات القرآنية إخوة الإيمان نستمع إلى مكالمتين من إخواننا المشاهدين و المشاهدات نعم أهلا أهلا وسهلا مالكم سهلا نعم أخي أهلا الشيخ أنا أحب أن تنسيك عندي لجزئين نعم عندها مدة عشرين حتى 25 قادر نقول حتى 30 سنة كانت كما قالوك بالعادة التحى في شهر رمضة نعم كليتروكستية أهلا أهلا ما عودتهم ما عودتهم ما عودتهم ما يشفهم كيف تدير فيهم نعم وسؤالك وهو يعني أن تعلمه كيف تعمل كيف تشتقضيهم نعرف كيف تشتقضيهم بارك الله فيك شكرا ستسمع الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى داكور شكرا نعم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأخ السائل يسأل عن والدته بأنها مرة من المرات أفطرت في رمضان والآن تريد أن تعلم كيف تقضي هذه الأيام ودين الله أحق أن يقضى فإذا كانت تستطيع الصوم أنا أجيب الآن بصفة عامة والسائلة أيضا بصفة خاصة إذا استطاعت أن تصوم لله تصوم هذه الأيام تصوم باليوم أو باليومين أو بالثلاثة أو تصومهم يعني على وطرة واحدة كما تستطيع هذا المطلوب منها وإذا كانت تستطيع أن تطعم تطعم عن كل يوم مسكينا لتأخرها ولبعد هذا الزمن إن كانت تستطيع إنما المطلوب منها أن تصوم إذا كانت لا تستطيع أن تصوم هناك من يكبر لكبار سنه أو لمرض أو لذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا هذه التي سأل عنها أخونا الذي اتصل بنا أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام بقدر متوسط ما نأكل نحن في اليوم تقدر ذلك إما أن تقدمه تتصدق به لفقير تطعمه عن يوم عن كل يوم أفطارته تقدمه له طعاما مأكولات وإما أن تقدمه له مالا تخلص المال بقدر تأكل في النهار وتقدر هذا المقدار وتطهل مال ينتفع به عن كل يوم والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم إخوة الإيمان ورد إلينا أيضا سؤال تقول الأخت السائلة إنها مريضة مرض الرب حيث تقع في الصراع إثر مرضها ربما تقع في غيبوبة ربما تقع في وهن كبير ضعف كبير قال وعندها في هذا الحال تكون في حاجة ماسة لشرب الماء ليتحسن حالها قالت وفي رمضان وقع لها هذا الصراع من شدة مرضها بضيق التنفس أو بالرب تقول هل عندما أفطرت في رمضان هل هذا جائز وكأنها تقول هل أنا آثمة عندما فعلت هذا وتقول ماذا أفعل وتسأل أيضا عني البخاخة هذا البخاخة اللي يستعملونها إخواننا نسأل الله تبارك وعلا لهم الشفاء لجميع مرضى المسلمين تقول هل البخاخة هذه تفطر تفسد الصوم أم لا الإجابة عن السؤال الأول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نقول لهذه الأخت ولكل السائلين أن الذي المؤمن إذا كان يصوم وأصابه تعب أو مشقة أو أرق أو عطش أو جوع شديد بحيث كاد يهلك فنقول له هذا يدخل في حكم عدم الاستطاعة يأكل الوقت اللي يكون ماهوش قادر من بعد يواصل الصيام لكنه يقضي ذلك اليوم فلا حرج على هذه الأخت التي يغم عليها والتي يصيبها الصارع فتشرب بالماء وكان في رمضان أفطارت ذلك اليوم يعني تقضي ذلك اليوم ولا إثم عليها ولا شيء عليها إلا أن تقضي ذلك اليوم والله يتقبل منا ومنها أما استعمال البخاخة هذه فإننا نرجح بأنه ويدخل في المتشابهات دخل في الاجتهادات نرجح بأنها لا تفسد الصوم لا تفطر في رمضان فاستعميليها ولا تبالغين إلا بالقدر الذي ترشدك إليه الطبيبة يعني المرات هذه تستعملينها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم إخوة الإيمان عندنا سؤال آخر وصلنا تقول سائلة هذه السائلة من عنابة نسأل الله تبقى على أن يحفظ كل أهل عنابة وأهل الجزائر والمؤمنين جميعا لا نحجر واسعا رحمة الله واسعا تقول إن أختها عند بلوغها في المرة الأولى بلغت وبلغت سن التكليف وذلك بعلامة وهي أنها أصبحت تحيظ وهذه علامة جعلها الله تبارك وتعالى لبنات آدم خافت من أمها لأنها لم تكن متفقها لم تعلمها أمها لم تعلمها هذه المسائل كانت تجهل خافت لأول مرة فأفطرت في رمضان وهي على تلك الحال أفطرت ولم تصم ولكن بعد أن كبرت وتفقهت وعلمت بأنها أخطأت في ذلك تقول من الذي يترتب عليها الآن هل عليها كفارة؟ نقول وبالله التوفيق بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله على أخواتنا يعني على أمهات البنات الأمهات من الواجب على الأم أن تربي أبنتها وأن تعلمها إذا كادت تصل سن البلوغ تعلمها بالحكمة تعلمها تقولها أنك قد تتعرضين إلى حال كذا ويصيبك كذا وإذا أصبت كذا تفعلين كذا وتفعلين كذا تعلمها بالحكمة وكذلك المطلوب من الأستاذات في المدارس يعلموا بالحكمة بالتربية الفطرية في الإسلام وليس بالتربية الجنسية كما هو عند الغرب كما هو عند غير المسلمين بالإباحيات وغير ذلك إنما تعلمها من حق أولادنا أن نعلمهم هذه التربية الفطرية بطريقة الحكمة كما جاء في القرآن الكريم وكما بيّنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذن هذا المسألة الأولى الواجب على الأمهات باش يعلموا بناتهم و باش ما يتفاجئوش لأن ممكن البنت لأول مرة وهي لا تفقه هذا الأمور ممكن تصاب بعقدانسية ممكن تخافت ترعب يعني ممكن تحس بروحها بلي أصبها مرض خطير أو كذا لا بد أن تعلمها و أن تؤنسها و تفهمها واش تعمل واشن هو المطلوب في فيقه الطهارة المسألة الثانية أن هذا البنت السائلة لما علمت و تفقهت بأنه الواجب عليها إذا بلغت أن تصبح مكلفة بأركان الإسلام و منه الصيام نقول لها بأنك تقضي هذه الأيام و ليس عليك كفارة لأنها كانت لا تعلم هذه الأحكام الشرعية أخطأت في ذلك خطأا عليها أن تقضي تلك الأيام إذا كان فترة رمضان كله في 29 يوم تقضي 29 يوم إذا كان 30 يوم تقضي 30 يوم والله تبارك وتعالى يتقبل منا و منك و من الجميع و نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا إذن إخوة الإيمان هذه المسائل التي نذكر بها في الفقهيات هي من الأساسيات و ليس كما يعيب بعض غير المسلمين عالي المسلمين أو العلماء عندما يتكلمون في فقه الطهارة و غير ذلك لأن هذه من الضروريات الإنسانية نتكلم عن القمر و عن الأمور و كذا و نتكلم أيضا عن هذه المسائل الفقهية معنا مكلمة أهلا وسهلا نعم السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته نعم نعم تكدين يا شيخ أتفضل أخي الكريم أنا الأخرى طلق قبل الدخول نعم الحكم تعهو الحكم تعهو في الرجاع أنت يعني تسأل عن طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول بها بارك الله بورك فيك حافظك الله تسمعوا الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى حافظك الله بسم الله شكرا بارك الله و فيك بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله بداية نقول للأخ السائل ربي يحفظوا و يحفظكم جميعا يا من تشاهدوننا الآن ربي يحفظكم الوقاية خير من العلاج و الوقاية في مثل هذه المسائل أن نتفقها في ديننا كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نقول للأخ السائل كل من يعني من طلق زوجته قبل الدخول بها فإنها تبين منه تبين منه ما تبقى زوجة زوجة له هو عقد عليها بعقد شرعي لكن قبل أن يقيم الوليمة قبل ما يدير العرس قبل ما يأتي بها إلى المنزل قبل ما يخلو بها طلقها فهي تبين منه الطلاق قبل الدخول هو طلق بائن بينون صغرى بمعنى أنه إذا نقول هذا الأخ سائل إذا حبش يرجع هذه الزوجة زدت فهم معها إذا طلقها مرة لولا قبل الدخول يستطيع أن يعيدها ولكن بعقد جديد يعيد من جديد العقد كما فعل من الأول لأنها بانت منه والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم إخوات الإيمان كنا تكلمنا عن يعني الحقوق الزوجية وركزنا عن واجبات الزوج نحو زوجته وقلنا من ذلك أن يكرمها ومن جملة ما يكرم به الزوج زوجته أن يحسن إلى أهلها أن يحسن إلى أمها إن كانت لها الأم في علاقة الحياة أن يحسن إلى والدها أن يحسن إلى أهلها بمعنى يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما هو يحب من زوجته أن تكرم أهله وأن تزور أهله وأن يعني تحسن إلى أمه وإلى أبيه وإلى إخوته كذلك ينبغي أن يقوم بهذا الدور نحو زوجته النصائح التي نقولها للأخ الزوج المتزوج نقول له أثلاث نصائح النصائح الأولى هو أن يمتاز بالصبر وعدم القلق إذ أن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد كثير من الآيات القرآنية يأمرنا فيها ربنا عز وجل بالصبر وعندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى وعندما يقول رب عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون استعينوا بالصبر والصلاة الصابرين والله يحب الصابرين كل ذلك يدل على أن الأخطاء أحيانا ترتكب عند الغضب فلذلك المسلم الذي نصحه نحو زوجته نحو أولاده نحو أي علاقة أخرى أنه عندما يستفز أن لا يغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس النصيحة الثانية هي هذا الحديث الذي كنا بصدده الآن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه شوفوا في مجال آخر ولكن المعنى صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الإمام أحمد وهناك من ضعف هذا الحديث ولكن من قبيل أنه من الآثر كنقول الآثر يعني حكمة يعني مثل يعني فهو قول صحيح وإن لم يكن حديثا يقول فيه هذا الآثر هذا كما تدين تودان البر لا يبلى والذنب لا ينصى والديان لا يموت افعل ما تشاء كما تدين تودان يعني كما تحب تعامل للناس يعني كما تعامل للناس رك رايح تلقى إذا كان أكرمت الزوجة نتاعك وأحسنت إليها علش تذكرت هذا قلت فيه مجال آخر المعنى آخر لكن هذه القضية كما تدين تودان هي نصاب يجي ليه ذلك الشاب اللي قريته عليه ويقول له يا رسول الله أتأذن لي في الزنا أجل لكم الله يقول له شوفوا محل الشهيد في التربية هنا مش قضيت الموضوع يقول له أترضاه لأمك أترضاه لابنتك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لكذا معنا وش حبيت نقول حبيت نقول الزوج ينظر يقول أنا كيف نعمل للزوجة كما نحب صهري يعامل أختي كما نحب صهري يعامل بنتي في المستقبل كنزوج بنتي كما نحبنا بنتي ونحب أختي ونحب كل يعني النساء اللي نحبهم من عائلتي ونحب من الرجال الآخرين أن يكرموهن وما يضلموهنش أنا أيضا نعامل هذه الزوجة التي أصبحت جزء من الأسرة أن نعاملها بما نحب لذلك كان هذا الحديث من أهم الأسوس النفسية عند المسلمين في الأخلاق حتى قال أحد العلماء لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقات إلا هذا الحديث لا كفانا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إليك وألف بين قلوبنا واشفي مرضى المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين